أعلن أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لدى الكراملين لوكالة فرانس بريس أن المشتبه به الرئيسي في اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف اعترف على ما يبدو تحت وطأة التعذيب وقال أندري بابوشكين إن هناك أسباباً تحمل على الاعتقاد بأن زاور داداييف اعترف تحت التعذيب موضحاً أنه لاحظ إصابات عدة على جسد داداييف المتحدر من أصل شيشاني عندما زاره في زنزانته الثلاثاء بصحبة صحفي عضو أيضاً في اللجنة وقد أكد داداييف الشرطي السابق في وحدة تابعة للقوات الخاصة الشيشانية لزائريه أنه أمضى يومين مكبلاً ورأسه مغطى بكيس من القماش بعد توقيفه الأسبوع الماضي ويعتبر التعذيب وسوء المعامل من الإجراءات المعهودة في السجون الروسية أو خلال عمليات التوقيف والاستجواب وكانت محكمة في موسكو اتهمت داداييف الذي أوقف مع أربعة مشتبه بهم آخرين الأحد بقتل المعارض نيمتسوف وأعلنت أن مشاركته في العملية تأكدت بعد اعترافه وأعلن المحققون أنهم لا يستبعدون أي سيناريو سواء كان يتعلق بإسلاميين أو قوميين روس مستئين من الانتقادات التي وجهها نيمتسوف حول دور روسيا في الأزمة الأوكرانية موسيقى